مفيش تجربة بقى مع الاوزان دي مفيش هاستنى شوية طب اشوف حاجة تانية طب اصبر شوية لازم الخطوة السريعة يا دكتور صح لان الحياة تبقى مهددة وبعد الشارع لأي حد انا مش عايز اخوف الناس لكن الارقام العالية دي في السمنة بتسبب مشاكل كتير جدا للأسف فعلا الارقام العالية في السمنة بقت مرتبطة بمشاكل طبية كتير اشهر طبعا مرض السكر الناتج طبعا عن تناول الكميات الاكل والسكريات بكميات كبيرة مرض الضغط دهون اللي بتترسب في الاوعية الدموية والشرايين وتعمل لنا مرض تصلب الشرايين تترسب في شرايجية في القلب وتدخلنا في مشاكل القلب والالام والزبحة الصدرية والقصص اللي احنا محبش نسمعها لا والحاجات الكتير اللي كل يوم شخص بيعيش ملايين من الناس بيعيشوها مشاكل صحية طب احنا عايزين نتكلم عن مفهوم جراحات السمنة ايه هي جراحات السمنة ايه هي انواع الجراحات السمنة هي مجموعة من الجراحات اتعملت في خلال حوالي الـ 15 أو 20 سنة اللي فاتوا الغرض منها كانت انها تنزل وزن الشخص المصاب بمرض السمنة وتتفادى المشكلة اللي بتقابل كل المرضى بتوعنا المشكلة ان المريض بيجي هو متعود يأكل كمية معينة من الاكل في وجبته اليومية هي اللي بتحسسه بالشبع هو متعود ساي مثلا ان هو بيأكل طبقين رز وبعدين هو بيأكل كمية البروتين اللي بيأكلها سوى افراخ او لحمة وبعد كده بيأكل حاجة حلوة كمان بعد الاكل لم بيجي يبتدي هو يحاول يعمل رجيم طب هو ما يقدرش يغير نظامه من طبقين الرز دول لنصر غيف سنه وبيضة مسلوقة حجأة كده الكلام ده بيبقى صعب جدا ان هو يغير لكده وبيتقابله المشكلة اللي هو دايما بنسمعها انا عامل رجيم ومش قادر انا جعان انا طول الوقت جعان انا لازم اشوف حل تاني وبالطبيعي هو بما انه جعان طول الوقت هيكسر السايكل دي ويروح يأكل وده سبب الفشل اللي بيتحصل دايما في رجيم وبالتالي احنا بنقدم حل تاني حضرتك انت كانت مشكلتك انك كنت بتاكل كتير عشان معدتك كانت كبيرة خلاص احنا هنشلك من معدتك دي فاشهر عملية احنا بنعملها اللي عملية تكميم المعدة هنشلك منها من 75% لـ 80% من حجم المعدة وبالتالي الوجبة اللي كان بيأكلها المريض ده اللي كانت كبيرة هيضطر يأكل 20% منها بس يعني خمس الوجبة القديمة ويحس بالشبع والامتلاء ويبقى راضي جدا وبالتالي ده بيقلل وزنه بشكل رهيب وخصوصا في البدايات على طول يعني مجرد بعد المريض ما بيعمل العملية وفي خلال اول شهر المريض بيخس تقريبا من 12 ل 15 كيلو بيحس بسعادة كبيرة جدا على الميزان كل يوم لما يقف ويلاقي فيه تغير فعلا من يوم ليوم مش من أسبوع لأسبوع أو من شهر لشهر يعني هي بيبقى عارف هو هيخس قد ايه بعد الجراحة هي طبعا احنا بقالنا سنين بنشتغل في الموضوع ده وبالتالي بقى عندنا دلوقتي إحصاءات ودرسات بتقول فعلا المريض متوقع ان هو يخس قد ايه في كل فترة حسب كل نوع من أنواع العمليات اللي احنا بنعملها ترجمة نانسي قنقر